بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداء ولأن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم رحمة مهداء ما تراكلناش مشكلة من مشاكل حياتنا إلا وقدم لنا راحة وحل فيها من أكتر الحاجات اللي بتواجهنا في حياتنا إزاي نقدر نعيش مع واقعنا اللي فيه فجوة فيه فجوة واضحة جدا جدا ما بين التغير والتغير فالمجتمع تغير كتير قوي أنا واحد بالناس شفت المجتمع بعيني وهو بيدخل مرحلة ومرحلة ومرحلة أنا شفت المجتمع تغير ثلاث مرات على الأقل فالمجتمعات تغيرت وقبلت أجيال فالمجتمع تغيرت تغير كتير جدا 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 هنعمل إيه؟ ملناش حد نسأله ورحلة النبي وخاصة لو كان سؤالنا وأنا واحد عمرو الأرداني وأنا بسأل عما يخصني أنا أنا أعمل إيه في حياتي وأعمل إيه عشان أقدر أستمر في الخدمة فعلى طول وجهني حديث رسول الله سلم هو بيعلمني وبيقول لي حديث بيعلمني إزاي يفضل الدور موجود دور مشتغل بالشريعة دور متشرعين دور أهل العلم فلاقيت حديث رسول الله سلم بيقول لي إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجد لها دينها يبقى إيه اللي حاصل يبقى إحنا في كل مئة سنة ليه مئة سنة عشان دي دورة دورة حياة متكاملة دورة حياة متكاملة بتخلينا نقول حاجة مهمة جدا خلينا أقول لكم حاجة ليه أنا بتكلم عن هذا الحديث وليه النهاردة أنا عايز أتكلم في ده لأن كلنا أثرنا إن شايفين بيعنينا إن فيه تغير مثلا في المناخ على فكرة مش تتغير في المناخ بس تتغير في الحياة كلها إحنا خلاص النهاردة بيجي حد بيكلم عن الذكاء الاصطناعي وبيكلمنا على إنه هو عمل ربوتة ربوت امرأة كامل مش معقولة نفضل نتعامل مع الواقع ده نتفرج بس مش هنقدر نستمر إن احنا نتفرج بس ولا ده صح ولا ده ممكن أنا عشان بتكلم عن البيت الخطاب الديني أنا أتكلم على الخطاب الديني فأنا وباسم حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها أنا أتكلم على أني في الحقيقة أنا عندي تهديد أساسي لبيت الخطاب الديني ما تخافش مش التهديد الأساسي إن حد يقصي لكن التهديد الأساسي هو كيف سيستمر الخطاب الديني في خدمة المجتمع هذا هو التحدي المجتمع يقيناً قد تغير وأنتم بتسمعوني دايماً بقول اللي مش قادر يفهم الإنسان المعاصر حدثت فيه تغيرات سبعة لابد إن إحنا نتكلم عنها حصل تغير في سمات الإنسان المعاصر سبع تغيرات التغير أولاني وإيه أول تغير زادت الفردانية زادت المزاجية زادت تشكك زاد الإحباط زادت المظلومية زادت كمان الحساسية وزادت العشوائية فالزيادة دي عملت إيه؟ عملت سؤال هل تجديد الخطاب الديني أصبح ضرورة؟ نعم إذا أراد بيت الخطاب الديني أن يبقى في مكانته في المجتمع هقول لكم قاعدة كده أنا تعلمتها زمان وأنا بيعلموني العلوم الاجتماعية والعلوم الاجتماعية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية علموني أن المجتمع لا يحترم ولا يقدر ولا يرفع شأن إلا من يخدمه فالسؤال بقى ملح لن يستطيع بيت الخطاب الديني أن يبقى في مكانته إلا إذا استمر في الخدمة المجتمع خدمة المجتمع هي نفسها اللي خلت العلم ماله عبادة متعدية ولذلك سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول هتف العلم بالعمل فأجابه هو إلا ارتحل فمش وظيفة العلم هو الكلام وظيفة العلم تقديم الحياة للأمام وظيفة العلم مش هو الكلام وظيفة العلم هو تقديم الحياة للأمام يرفع الله الذين أمانوا منكم والذين أوتوا العلم درجات يبقى وظيفة العلم إن احنا نتقدم للأمام وعشان كده أنا مش هدخل في الخناعة الطويلة بتاعت هو إحنا نجدد الخطاب ولا نجدد الفكر الديني أنا عندي مقترح ثالث إيه هو إحنا محتاجين نجدد وظيفة العالم يعني إيه تجديد وظيفة العالم إحنا في الحقيقة لو إحنا عايزين نجدد الخطاب الديني عشان العالم يقوم بدور في المجتمع لو من جدد الفكر الديني عشان العالم يقوم بدور في المجتمع ولذلك تعالوا نتكلم عن تجديد وظيفة العالم هو العالم ليه وظيفة وطحة آه طبعا العالم ليه وظيفة وطحة بتتمثل في نوعين من الوظائف فيه وظائف سبتة للعالم وفيه وظائف متجددة وظائف العالم التلاتة السبتة هي أول حاجة ماذا؟ تأسيس الوعي واستثماره يعني العالم لازم يؤسس الوعي واستثمره يعني إيه؟ يعني العالم لو ما أنتكش معرفة جاهزة للعايش بها ما يبقاش عالم ودي وظيفة ثابتة يبقى الوظيفة الأولى هو تأسيس الوعي واستثماره الوظيفة الثانية من الوظائف الأساسية اللي عالم صيانة القيم إنه هو يصون القيم يخلي المجتمع قيمه الأساسية محافظة عليها ويسعى للحفاظ على قيم المجتمع الوظيفة الثالثة هو أن ينتج العالم إنتاجاً علمياً معتدلاً يدعم الاعتدال يبقى فيه ثلاث وظيف سابتة تأسيس الوعي وصيانة القيم والإنتاج العلم المعتدل الانتاج العلم اللي يساهم على إن العلم يظل معياراً من معايير الخدمة المجتمعية لكن فيه وظيفة بقى متغيرة إيه بقى الوظيفة المتغيرة؟ أنا باقترح إن الوظائف المتغيرة يعني إيه وظائف متغيرة؟ في كل عصر من العصر وظيفة السابتة دي في كل عصر من العصر وظيفة الثلاثة دي موجودة يعني من لدن الصحابة لما ورّس حضرة النبي صلى الله عليه وسلم العلم للصحابة في حديث إن الأنبياء لما يورسوا ديناراً ودرهماً ولكن ورسوا العلم ورسوا الصحابة هذه الأدوار الثلاثة ورسوا الصحابة تأسيس الوعي وصيانة القيم والإنتاج المعتدل والرسوم ده وفضل العلماء جيلاً بعد جيل لغاية دلوقتي هو دي الوظائف الأساسية للعالم بس فيه وظائف ذا متغيرة يعني إيه كل عصر بيطلب وظيفة الوظائف ذا اللي إحنا شايفين إن هي تكون في المجتمع بتاعنا دلوقتي تلات وظائف جديدة أول حاجة ترميم المجتمع تاني حاجة دعم التنمية تالت حاجة قيادة الريادة يعني إيه الكلام ده من الوظائف الأساسية في المجتمع دلوقتي إن العالم يساهم في ترميم المجتمع ليه؟ فاكرين متغيرة السابعة اللي أنا قلتها؟ عمرت شروخ في المجتمع عمرت شروخ واضحة في المجتمع أقول لكم حاجة أنتو فاكرين أن التطرف ده عد على التاريخ يعني ومر كده؟ أنتو فاكرين حضرة النبي لما تكلم عن الخوارج وقال أن هم يمرقون من الدين ملوق السهم من الرمية وأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عايش في زمن الخوارج لقاتلهم أنتو فاكرين هو لماذا قال صلى الله عليه وسلم ده؟ لأنهم بيمزقوا المجتمع والمفارق لدينه المفارق للجماعة كمان المفارق لجماعة الناس والهاد من المجتمع كمان بيحصل كده فإحنا من هنا مر التطرف من هنا مر التشدد فمن هنا المجتمع تشقق فحصل تشقق في المجتمع فالمجتمع بحتاج ترميم والعالم الذي لن يمارس ترميم المجتمع لن يستطيع أن يكون لن يستطيع المجتمع أن يعيش بقيمته وإحنا قلنا من يريد أن يحافظ على قيمته في حياة المجتمع لابد أن يعيش في الخدمة يعيش في الخدمة يعني من استطاع أن ينفع أخاه بشيء فلينفع عشان ما حد تشقول بس إحنا عايزين للناس تبقى حسب مطالق آه طبعا العالم الذي لا يداوي أوجاع المجتمع فهو ليس بعالم العالم الذي لا يسهم في التخلص من ارتفاع نسب الطلاق في الوقت اللي إحنا فيه ده ليس بعالم يعني العالم اللي يمر عليه دلوقتي نسب الطلاق ولا يهتم بها ولا يهتم أنه يقدم حل فيه ارتفاع نسب الطلاق وليس بعالم العالم اللي يشوف تراجع الأخلاق ويمر عليه كده ليس بعالم ليه؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لازم يفهم قل إدن صلاتي ونسكي ومحياي أماتي لله رب العالمين اللي مش هيرمم المجتمع ما يطلبش من المجتمع إنه هو يحطه في مكانته الطبيعية المجتمع سيؤمن بالعكس خلينا أقول لك أن المجتمع يحاسب كل من يخزله ونحن نحتاج إلى خطاب ديني داعم للمجتمع وحريص على المجتمع وحامل المجتمع ومرمم للمجتمع إذا كنا عايزين الخطاب الديني يظل في مكانته اللي الله سبحانه وتعالى أذنى أن تكون له فإحنا محتاجين دا محتاجين نفهم إن الخدمة المجتمعية جزء من وظائف العلماء وأهم خدمة مجتمعية هو ترميم المجتمع على فكرة سنة 2012 ما عدتش بس عملت شروخ في المجتمع فيه شروخ في المجتمع اللي لازم نواجهها ولو ما واجهناش إحنا ما بنقومش بدورنا إحنا عندنا غبار للتطرف أو ما نفسه صراحة أنا جاي بتكلم بصدق في غبار للتطرف أنا لما أمشي في الشارع ويقابلني واحد وإحنا بنتكلم بنقول أشهد وأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فنقول أن محمد رسول الله فلما أقول له النبي يقول قول لا إله إلا الله على إننا وكأني أشركت الناس بتستنشق وبار تطرف واللي يغمض عينيه عن ده خان أمانة العلم وخان أمانة الكلمة فلازم نواجه ده نواجه هذه التشققات وهذه التصدعات المجتمعية الوظيفة التانية اللي علمه هو دعم التنمية ما انفعش مجتمع أنت شايف الناس قيمة العمل بتتراجع فيه وأن المجتمع حصل فيه الاعتمادية كده لدرجة اعتمادية الرجل على زوجته واعتمادية الأبناء على أباهم فمجتمع بأمليان بالاعتمادية وانت تصهين المجتمع لازم يرجع تاني يكون مجتمع زي المجتمع اللي انتصر في أكتوبر زي المجتمع اللي واجه المغول زي المجتمع اللي واجه كل الحروب اللي مرت عليه زي المجتمع اللي عد بالطعون وعاش لازم المجتمع ده يرجع قوي مرة تانية لازم نعمل ايه بقى نخلي المجتمع يعشق الإضافة يعشق الوسع يعشق إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن نتقنه لازم المجتمع يرجع تاني يؤمن بإني من كان يومه كأمسه فهو مغبون محروم فلازم نعشق التنمية نعشق أنا يوم جديد على عملك شهيد لازم نعشق القيمة الإضافية ولازم كمان نعشق إن أكرمكم عند الله أتقاكم نعشق إن إحنا لازم نكون كمان في ريادة لازم العلماء يهتموا بالوظائف الثلاثة دول ترميم المجتمع ودعم التنمية وقيادة الريادة دولة ثلاث وظائف إذا أردنا أن إحنا نعمل خطاب ديني لازم نعمل خطاب ديني بيخلي العلماء يشتغلوا في الملفات الثلاثة دول أو يشتغلوا في المحاور الثلاثة دولهم مش ملفات المحاور الثلاثة دول في الوظائف الثلاثة دولة الجديدة ترميم المجتمع ودعم التنمية وقيادة الريادة وحدش يقول لي أن الكلام ده كان كلام قديم ده الكلام ده كان كلام بالمفاهيم الجديدة اللي إحنا بنعيشها لأن العالم بيعيش بمسلس ممسلس واجب الوقت ايه مسلس واجب الوقت ده اي عالم بيدرك النص بيدرك كل العلوم كل علوم الشريعة التمنتاشر علم دولة كلهم يدركهم وبعد كده يدرك الواقع يدرك الواقع بعلوم وادراك الواقع علم الاجتماع والعلوم السياسية والعلوم وعلم النفس ويدرك كل العلوم دي فيدرك الواقع يدرك النص ويدرك الواقع ويدرك كيفية تنزيل هذا النص على هذا الواقع وإدراك ده لازم إيه؟ محتاج علوم جديدة فإذا إحنا محتاجين توليد علوم فمفهوم تجديد وظيفة العالم لحل إشكاليات جديرة وإحنا ساعتها محتاجين بقى إيه؟ علوم جديدة إيه العلوم الجديدة اللي إحنا محتاجينها؟ أضرب لك شوية مثال كده بشوية علوم جديدة بس زي علم اجتماع الخطاب الديني الخطاب الديني لازم يبقى عنده علم اجتماع خاص به يشوف إزاي هدير علاقة الخطاب الديني والمجتمع وده علم جديد فنعمل غزل ما بين العلوم الاجتماعية والعلوم الديني عندين محتاجين علم يسمى علم إدارة الخطاب الدين إن إدارة الخطاب الديني إن الخطاب الديني إزاي يدير المجتمع حتى يصبح مجتمعا يشكر نعمة الله ينهر رابط كده وعايزين كمان علم نفس الخطاب الديني لازم الخطاب الديني يواجه يتعامل مع النفوس ويعمل تزكية للنفوس تزكية للنفوس اه احنا نعلم اجتماع الخطاب الديني لان فيه سيكولوجية الكسل سيكولوجية العجز اللي موجودة دي فلازم الخطاب الديني يعالج هذه السيكولوجيات وعينه على قوله تعالى ماذا ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقوى قد أفلح من زكاه وعينه بل الإنسان على نفسه بصير احنا كلنا على نفسنا بصير ويبقى عندنا كمان علم اعلام الخطاب الديني ازاي نقدر نتكلم عن وسائل التواصل الاجتماعي بانها تكون قيمة اضافية ولازم كمان يبقى عندنا علم جديد اسمه علم ادارة الدولة اللي ممكن نسميه الفرجن الجديد لعلم السياسة الشرعية اللي بيتعامل مع الدولة الحديثة مش بيتعامل مع دولة الخلافة طب لما ننجي تدرب أولادنا ونعمل برنامج تدريبي عشان نجدد وظيفة العالم وندرب وندرب الدعاء انا عقول لكم برنامج مفردات لبرنامج مفردات لجملة من المعايير تخلينا نقول اني هندرب العلماء او هندرب المتشرعين على ايه عشان يوصلوا لده في شوية معايير الاول لازم نقوله ندربهم على ايه بقى اول حاجة هقول لكم شوية معايير ندرب عليهم اول حاجة ندربهم على الاهتمام بما قبل المعرفة يعني يهتموا بالبيانات احنا عندنا كده فيه سلم اسم بسلم المعرفة في حاجة اسمها عندنا المعلومات عندنا المعلومات المعلومات تنتقل الى بيانات ثم البيانات تنتقل الى المعرفة اللي هي الدياتا ثم information ثم knowledge لازم ندربهم انهم يهتموا قبل المعرفة فيهتموا بالبيانات ويهتموا بالمعلومات فدي اول حاجة تاني حاجة لازم نعرف إن الشخص ده إحنا دربناه صح عشان يقوم بالوظيفة دي التاني حاجة إيه إن إحنا نعلمه إنه يدعو إلى حب الحياة لازم نعلمه حب الحياة وده برنامج طويل أنا أقول لكم بس الملفات أقول لكم المعايير إن إحنا نعرف إن إحنا مندرب واحد ممكن يقوم بالوظيفة اللي أنا قلت عليها تالت حاجة التفاعل مع الواقع ومراعاة أصول العلوم الاجتماعية لازم ندربه على ده لازم ندربه على إنه هو يتعامل مع العلوم الاجتماعية لو ما تدربش بي عنده مشكلة لازم ندربه على قابلية التنوع والتفكير متعدد الرؤى وتبني المشترك لازم نربيه على ده لازم يتبنى التعامل مع المشترك لازم كمان معايير بعد كده لازم نعلمه العمل على اعتماد المرجعيات العلمية لازم يبقى فيه مرجعية علمية في كل العلوم معايير مهم جداً اللي جاي ده بقى إن هو بسبب السبع متغيرات اللي إحنا قلنا ده لازم فيه معايير لتكوين واحد يستطيع إن هو يقوم بالوظائف دي لازم الشخص ده يكون مقاوم لفلسفة المظلومية فده معايير مهم جداً إن نبني عالم مقاوم لفلسفة المظلومية يقاوم المظلومية في المجتمع كله لازم كمان نبني عالم بيتبنى إنسانية الخطاب إنسانية الخطاب بإنه يعمل إيه؟ يعل القيم وأهم كثلات قيم هي قيمة الرحمة والخير والجمال لازم كمان نبني شخص بيتعامل مع خطاب يقاوم شعبوية الدين شعبوية الدين بمعنى العلم يقاوم إن الناس كلها تتكلم في العلم دي كارسة لازم نكون حد كمان يقاوم حتمية الصدام وإن العالم ضد الإسلام لازم يقاوم فكرة حتمية الصدام وإن العالم ضد الإسلام المعيار اللي بعد كده لازم نأسس عالم يساهم في التنمية الوطنية بيعنده الدور في التنمية الوطنية لازم كمان معيار اللي بعد كده نرب عالم وندرب عالم ونأسس عالم بيعتقد رحمة الإيمان لا سلطويته يعني إيه؟ إن الإيمان نور مش سلطة فيرب الناس على الإيمان نور فنرجع تاني زي ما كنا زمان إن الإنسان المسلم المؤمن منور من الصحب سلطة وساعتها مش هيدعم الإسلام السياسي لازم كمان نربيه على سواسية التدين للطبقية الدينية ما عندناش تفرقة ما بين ملتزم وغير ملتزم تفرقة دي مع الله لكن نربيه على ماذا؟ على إن إحنا سواء لا خيرا لأعرابين ولا أعجمين إلا بالتقوى والتقوى ها هنا يعني بينك وبين الله ما تتعاملش مع الناس على إنك إنت عندك تمييز ما عندناش تبقية دينية إنت لو عبد صالح تستظهر نفسك مش تعظم نفسك على الناس كمان نربيه إنه هو ينكر السلوك المنحرف مع عدم كراهية السالك يعني يكره المعصية ولا يكره العاصي المعيار اللي بعد كده إن الرب حدي بيفرق ما بين القضايا والمسائل بيفرق ما بين اللحية وما بين واحد ما بيساهمش في التنمية فقضية عدم المساهمة في التنمية ومحاولة هدم البلد آه دي قضية كبيرة لكن اللحية مسألة لكن ما تنفعش إن المسألة دي تتحول إلى قضية مش معنى كده إن هي مش هنقول عليها سنة هنقولها إن هي سنة بس مش هنوقف الحياة كلها من أجل ده بنحترم سنة رسول الله وبنقدرها لكن ما ينفعش نقيس الإنسان بأنه عمل السنة ولا ما عملهاش السنة فإذا ما عملش السنة يبقى مش من أهل الديانة منسيب قضية الأخلاق كلها أظنني دا وتمشتعدل لكن لازم نربي الناس على هذا الكلام لازم نربي في معيار مهم جدا لازم نربي على التمييز ما بين الجهل في المجتمع والجاهلية الاعتقادية المجتمع ممكن يكون فيه جهل بس ما فيهوش جاهلية دولا مش زي مش زي مشرق وقريش دول وربي كمان معيار مهم جدا نربي على إزاحة الشر بالخير ويرفض عبادة الكراهية محدش يعبد ربنا بالكراهية يعني ما يجيش يقول أنا بكرة فلان لكن نعبد الله سبحانه وتعالى حتى لك احنا مش بنعبد الله بكراهية المعصية احنا بنعبد الله بالطاعة التي توزيح المعصية لازم يتربى كده على قانون الإزاح إن الحسنات يذهبنا السيئات لازم كمان معيار مهم جدا نعيش حياة النبي مش يعيش عصر النبي رب المجتمع لإن احنا عايزين نعيش حياة النبي قيم النبي مش نعيش عصره لإن احنا لن نستطيع نعود إلى عصره صلى الله عليه وسلم لازم كل الكلام ده كله فيه تفاصيل عشان بس ما حدش يجي يفهم ويأخذ الكلام ويطير بيه ويقول كلام أنا ما قلتهوش لازم نربيه كمان على التفرقة ما بين الحياة والقضاء احنا بنعيش مع بعض مش ممكن نكون كلنا قضاء ما ينفعش ما يصحش لازم نربيه كمان على مقاومة العالم ده نربيه على مقاومة ايه احتلال المفاهيم وده شيء مهم جدا جدا ما كانش حد يحتللنا مفهوم الدنيا مفهوم الحياة بمفهوم الدنيا الحياة مش هي الدنيا بس ولازم نربيه على انه يعلم المجتمع كله الفرق ما بين القطع والظن ما ينفعش الاشياء الخلافية خليها كلها قطعية زي ما سمعنا من كل الطيار المتطرف انه يجي يقولك ده مسألة اجماعة مسألة اجماعة لا مش مسألة اجماعة تعالوا نقول الملفات اللي لازم نشتغل فيها بسرعة انا بقول بعمل ايه باقترح ملفات بسرعة نأهل الناس دي ملفات تجربية ناخد المعايير اللي انا قلتها دي ونأهل الدعاء عليها عشان الدعاء دولة والمشايخ دولة والعلماء دولة ممكن لو ربناهم على دول يطلعوا يمكن ان يقوموا بهذه الوظيفة اول حاجة ملف التنمية ونكلم في ملف التنمية ايه عن الوعي المجتمعي وقضية ونرب الناس على انه ما يدعو الناس الى فقرة المواطن الفعال الكف الملف التاني ملف التطرف لازم نتكلم عن توطين الاعتدال وزيادة المناعة الدينية تجاه التشدد عايزين نزود المناعة الدينية قلت اه قلت عنا نكذب على نفسنا ليه ملف الزيادة السكانية لازم نعلم الناس دي انها تشارك في ملف الزيادة السكانية ويتكلموا عن جودة الخصائص السكانية وجودة الايمان عشان نصحح المفاهيم وخاصة في بعض المسائل الجديدة لازم نتكلم عن ملف الطلاق ونتكلم عن تصدع المجتمع بسبب الطلاق ونتكلم عن اقتصاديات الطلاق اللي بتهدي الدنيا ونتكلم عن الحلول المتكملة في ملف الطلاق وملف تاني لازم نتكلم عن ملف استعادة فعالية القيم نتكلم عن القيم والحياة ونتكلم عن حياة القيم ونتكلم عن منظومة القيم الإنسانية ونتكلم عن الحلول المستدامة عبر القيم دي الملفات اللي أنا عايز أتكلم عنها عندنا شوية معايير وعندنا شوية كمان ملفات أنا شايف أن أنا قلت كلام أرجو الله سبحانه وتعالى أن الناس تسمعوا في تجديد وظيفة العالم وقلت كلام محتاج تفاصيل كتيرة لكن يكفيني أن أنا وأنا بسمع حديث رسول الله سلم حديث أبي هريرة أن الله يبعث على رأس كل مئة عام رأس كل مئة سنة من يجدد لهذه الأمة دينها يا رب اجعلنا نساهم في هذا التجديد واجعلنا يا رب ممن يشيرون إلى تجديد وظيفة العالم ليصبح كل عالم يفتح عالما من عوالم السعادة والبركة والنور اجعلنا نرمي المجتمع وندعم التنمية ونكون كمان في فاعلية يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين بعد الفاصل نلقاكم عشان نجاوب على أسئلتكم المباركة اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة بنامج ولا تعسره ولكن بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر موسيقى 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 موسيقى